بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء العملي لمادت أو مقرر مقاومة المواد واختباراتها Strength of Materials and Their Testing معاكم الدكتور أمير بن محمد القسنطيني نواصل مع شرح المسائل المرتبطة بالمحور الثالث والذي بعنوان Actually Loaded Members ونبدأ الآن في شرح المسألة رقم ثلاثة المعطيات هي كالآتي معانا هنا Road Bar أو Steel Road من A إلى C ABC Steel اليانكس موديلس 200 جيجا باسكال الاب بطول 2 متر وعليها حمل زيادة 50 كيلو نيوتن أما الجزء بي سي فهو بطول 3 متر وهو يتحمل بس 100 كيلو نيوتن على الإجمالي للرود أما بالنسبة للجزء CD بطول 2.5 متر فهو من النحاس الأصفر والجيجا باسكال تساوي أو اليانكس موديلس يساوي 105 جيجا باسكال الرود هنا Total Length يساوي 7.5 متر مطلوب حساب التغير في الطور بالنسبة للنقطة C والنقطة D طبعا في هذا النوع من الأسئلة ليس معنا إلا إيش إلا استخدام قانون هوك وهي أسرع طريقة لحساب الدفليكشن Delta AB تساوي حسب قانون هوك ضرب LAB تقسيم Section AB ضرب اليانكس موديلس تبع الستيل طبعا الفورس PAB تساوي 150 ليش؟ لأنه في الحقيقة هنا الخمسين كيلو نيوتن تضاف إلى المية كيلو نيوتن المية كيلو نيوتن هذه تسحب على كله لكن 50 كيلو نيوتن تضاف بس على الجزء AB ضرب الطول اللي هو 2 متر يعني 2000 مليمتر تقسيم Area Cross Section PID تربيع على أربع ضرب اليانكس موديلس اللي هو 200 جيجا باسكال يعني 210 و3 ميجا باسكال نيوتن على مليمتر تربيع Total Deflection على AB يساوي 1.474 مليمتر بنفس الطريقة نقوم بحساب الدلتا BC فمعطى الPBC تساوي 100 كيلو نيوتن الLBC تساوي 3 متر الABC Section Area نفس القطر PID تربيع على أربع واليانكس موديلس نفسه لستيل 200 جيجا باسكال وتطلع معانا Deflection بنفس القيمة نأتي الآن على ماذا؟ نأتي على الدلتا CD الدلتا CD الفورس التي على الجزء CD 100 كيلو نيوتن الطول 2.5 متر الSection نفسها لأن PID تربيع على أربع والقطر هو نفسه لكن هنا تغير معانا اليانكس موديلس لأنه تغير معانا نوع المادة فهو من البراس لنحاصل الأصفر الدلتا CD نحاصلها تساوي 2.339 مليمتر بالنسبة للDeflection على النقطة C نجمع دلتا AB زائد دلتا BC تساوي كم؟ 2.948 مليمتر أما الدلتا D وهي في الأخير من البار هي Total دلتا AB زائد دلتا BC زائد دلتا CD تساوي 5.29 مليمتر تساوي 6.6 مليمتر